رحمة الله وبركاته أنا سديم النهدي بما أن الخيار الثاني هو النفاز رح أسوي لكم إياه رح نحتاج إلى جريدة أو سفرة لوحة ألوان مائية شريط لاصق سفنج والبالت فأول شي رح ناخذ اللاصق ونحطه على شكل خطوط عشوائية في اللوحة وبكذا أنا اكتفيت من الخطوط والحين رح نختار الألوان اللي نبغاها ونعصرها ونحطها في البالت عندكم خيار أن تنظرون بالسفندة تجمجون ألوان مختلفة وبعدين تصير يعني في النهاية كذا من دمجة أول خيار الثاني أن بالفرشة تختارون يعني كل مربع أو معين أو على حسب الشكل لون وتلونونه بالفرشة أنا بختار الخيار الأول وانتو يعني بكيفكم اللي يعجبكم فرح نبدأ بسم الله والحين رح نبدأ نشيل اللصق بسم الله وهذه هي النتيجة بعد ما شلت اللصق والحمد لله طلعت اللوحة مرة حلوة ونحن خليها إلى أن تنشف أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم معي ويسعدني أن أرى تطبيقاتكم إلى اللقاء